انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية التونسية إلى جانب بقية اللجان المشتركة بين البلدين في أقرب موعد فضلا عن تأزيز التعاون وتطويره بين الجزائر وتونس لاسيما في مجال الطاقة عبر زيادة حجم المواد النفطية والغازية هو العنوان الأبرز لزيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلة بودن إلى الجزائر حيث حظيت باستقبال من الرئيس الجزائري عبد الماجد تبون شرف عظيم تلاقيت مع فخمة الرئيس عبد الماجد تبون وعطيته تحيات سيدة الرئيس قيس سعيد وانا في بلادنا وهذا في مجال اللقاءات اللي منعملوها مع بعضنا دوريا لتركيز هالعلاقات الثنائية وان شاء الله نتعدى والمأهم في علاقاتنا الثنائية باشتبدأ استراتيجية متكاملة ويبلغ حجم المبادلات التجارية الجزائرية التونسية نحو ملياري دولار في قطاع الطاقة والسياحة والنسيج وتسعى كل من تونس والجزائر لتفعيل الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الطرفين عام 2008 وتوسيع دائرة الاستثمارات بين البلدين كما تتقاطع رؤى البلدين حول دعم الاستقرار في ليبيا للخروج من أزمتها عندنا زيارة رئيسة الحكومة التونسية إلى الجزائر تأتي في ظل توفق الكبير في الرؤى بين الجزائر وبين تونس في عديد من ملفات والقضايا بالإضافة إلى إرادة الدولتين من أجل ترقية العلاقات التجارية والاقتصادية البينية إلى المستويات التي يجب أن تكون عليها العلاقة الجزائرية تونسية هي علاقة متميزة استهمت للظرف الدولية وخاصة الملف الليبي من أجل العمل في هذه اللحظة الحارجة التي تمر بها الشقيقة ليبيا ومن المرتقى بزيارة الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون تونس خلال الفترة المقبلة في زيارة دولة وفق تصريحات إعلامية لتبون يرافقه خلالها نصف أعضاء الحكومة للتعبير عن عمق التعاون بين الدولتين الجارتين الجزائر أول محطة في زيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلا بود ما يؤشر على مساعي ترقية علاقات البلدين لعلاقة شركة استراتيجية بين الجزائر وتونس محمد جرادة الحرة الجزائر